بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وازك السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب والطالبات مجددا في شروحات مقرر مقدمة في الأعمال إثنان اليوم بإذن الله سنتحدث عن تحقيق أهداف الأعمال من خلال التواصل الاجتماعي نحن ذكرنا في الدرس السابق كيف نوظف الأدوات في التواصل وفي درس اليوم بإذن الله سنتحدث عن كيف نحقق أهدافنا من هذه الأدوات ذكرنا في الدرس السابق العديد من النقاط حول أدوات التواصل الاجتماعي برأيك عزيزي الطالب ما هي الإمكانات أو المزايا التي تقدمها منصات التواصل للمستثمر أو صاحب المنشأ أو سواء كبيرة أم صغيرة نحن ذكرنا العديد من النقاط ذكرنا مشاركة الصور والمنتجات من خلال عرض فيديو أو صورة تقنع العميل في الشراء توضيح مثل نقطة معينة بالنسبة للعميل كذلك العميل يستطيع أن يقيم التجربة ويكتب ويقيم ومن ثم سيكون هذا مرجع لعملاء محتملين قادمين وبالتالي يستفيد العميل والمشتري الجديد وكذلك المنظمة في معرفة والوصول إلى العميل من خلال إقناعها في الصور والفيديو والخدمات التي تقدم ذكرنا العديد من الأمور التي بإمكاننا نوظفها استخدام مدونات يكون لدينا مدونة من خلال العميل يعلق على المنتج، على الخدمة، نقوم بسرد القصص على المنتج بإضافة الصور، الفيديو والمدونة الصوتية كما ذكرنا في البودكاست أصبحت ظاهرة موجودة العميل يستمعون لها ويتابعون ما يدور فيها وبالتالي تكون فرصة للمنظمة في تطبيق هذه الأدوات في خدمة العمل التجاري كذلك التقييمات أصبح المنظمات توظف أشخاص يتابعون تقييمات العملاء على المنتجات والخدمات وأصبح هناك مواقع مخصصة لتقييم العميل كما ذكرنا عندما تزور فندق معين وتنتهي تجربتك ستلجأ إلى تقييم المنتج أو الخدمة أو مثلا فندق وبالتالي سواء ما يتعلق في السعر، ما يتعلق في الخدمات، جودة الخدمة، السرعة كل عنصر قد يكون له مجال في التقييم وبالتالي سيؤثر على قرار عميل جديد وسيؤثر على أن المنشعة أو المنظمة تهتم في الخدمة وتطورها بما يواكب تطلعات العبع أيضا ذكرنا لعب الإلكترونية الاجتماعية أصبح هناك منصات لعب الإلكترونية يتشارك مجموعة من أشخاص تقوم منظمة باستفادة منها إما أن تنشئ لعبة وتكون هذه اللعبة عبارة عن علامة التجارية وخدماتها وبالتالي حينما يشاهد العميل كثيرا قد تقود إلى شراء المنتج أو الخدمة كذلك هناك منصات في العب الإلكترونية توظف الإعلانات وبالتالي تستفيد منظمة في إعلان لمنتجاتها وخدماتها ذكرنا منصات تواصلة مجتمعات ما يتعلق بنتدأ أو الويكي يكون هناك مجموعة من أشخاص يتبادلون مواضيع مشتركة وبالتالي تكون أيضا فرصة في تطبيق مثلا أشخاص يهتمون مثلا في تربية أو حماية الحيوانات حينما تكون هذه منشأة تتعلق في هذا الأمر ستتسهد في هذه المجتمعات وتسوق وهكذا اليوم بإذن سنة حدث عن كيف للمنظمة أن تحقق أهدافها من خلال منصات تواصل أو من خلال التواصل الإجتماعي على الرغم كما ذكرنا أن شعبيات أو شعبيات منصات تواصل الاجتماعي هي ظاهرة جديدة نسبية هي ليست قديمة هي حدثت مع تطور وجود الإنترنت وبالتالي عدد كبير من الأعمال قد بدأ باستخدام هذه المنصة لماذا تستخدم منصات تجارية لكي تحقق أهداف مهمة هذه الأهداف قد تزيد من البيع قد تزيد من جودة الخدمة بعض الأهداف قد يكون بعيد المدى مثل نشر الوعي بشأن علامة تجارية كما تعلم كل منظمة لديها علامة تجارية هي تستهدف العميل أن يكون له وعي عن هذه المعلامة ما الذي تعنيه كيف تكون هذه العلامة مؤثرة أو مرجع للعميل أو رغبة للعميل وبالتالي قد تحتاج إلى فترة طويلة لكي تقنع العميل في منتجك وخدمك بعد سلسلة من العمليات التجارية الناجحة أو الخدمات سيقتنع عميل أن هذا المنتج مناسب وبالتالي تكون له أولوية لهذه العلامة التجارية إذن أحد الهداف قد يكون هو نشر الوعي وثقافة هذه العلامة التجارية كذلك بناء السمعة سمعتها التجارية كل منظمة قد تكون خدماتها مميزة وبالتالي ليس لديها سمعة قد تؤثر وإذا كانت قدماتها قد تكون بموقف واحد وحدث تأثرها السمعة قد تضر المنشأ أيضا هناك أهداف قد تكون قريبة المدى مثلا زيادة الحركة على الموقع زيادة المبيعات أو تحريك المبيعات قد يكون هذا هدف قريب وبالتالي تزداد فرص منظمات الأعمال بغض النظر عن طريقة استخدام منصة في استفادة منها في زيادة المنتجات وعفوا زيادة بيع المنتجات وتسويق الخدمات سوف نكتشف في هذا الدرس بإذن الله بعض الطرق وفي درس القادم كذلك سنتناول بعض الطرق التي تساعد على تحقيق أهداف الأعمال كما إذا لديك في الصورة لو تسألنا ما الاستخدامات الأخرى لمنصات التواصل اجتماعي والتي يمكن أن تساعد الأعمال على تحقيق أكبر نمو منها لنظرنا إلى إدارة السمع هو أحد الأهداف المنظمة تسعى إلى إدارة سمعتها وأن يكون منتجاتها مميزة سمعتها طيبة عند العميل تراعي والعميل تهتم به فيما تعلق في الجودة، في المنتج، في السعر وغيره كذلك الإصغاء لأصحاب مصرح أيضاً استهداف العملاء والتسويق المنتجات عليهم أيضاً التسويق كما ذكرنا في الدرس السابق التسويق هو أحد المزايا التي تقدمها منصات التواصل اجتماعي تسويق الرقمي، تسويق عبر منصات التواصل كذلك طرح الأفكار لمنتجات جديدة السوق على العملاء ونعرف رقم التعامل قبل أن نبدأ وأخيراً كما ذكرنا أصبح هناك توظيف لأشخاص يقومون بإدارة التواصل اجتماعي على مواقع التواصل اجتماعي لمواكبة ما يقال فيها عن المنشأ ومنتجاتها كما أننا كأشخاص كأفراد مطالبين في استخدام منصات التواصل بأدب واحترام دون التعدي على الآخرين أو خصوصياتهم أو مثلاً الأساسيات أو المبادئ الإسلامية أو غيرها وطنية وغيرها كذلك المنظمات لديها مبادئ وآداء في التعامل الموظف لا يقوم بالرد على عميل برد مثلاً غير مناسب أو مثلاً بعبارة غير مناسبة لذلك كما ينطبق علينا ينطبق على المنظمات هناك آداء في التواصل مع العميل كيف ترد كيف تقوم بالاستجابة كيف توضح للعميل قد يأتي بعض العميل منفعل وبالتالي يكون الرد لا بد أن يكون انتص هذا الانفعال إذن هناك آداء المنظمة ستقوم بسدريب الموظف كيف يتواصل مع عميل في منصة التواصل قد يكون التواصل في منصة التواصل مختلف عن التواصل وجهاً لوجه لذلك حينما يكتب قد تفسر بأكثر من طريقة لذلك هناك آداء في التواصل مع العملاء وتختلف كما ذكرنا من منظمة إلى أخرى وكذلك من منصة إلى أخرى هذا ويمكن أن تستعين المنشأ بمنصات التواصل الاجتماعي من خلال الأوقات الصعبة قد تمر المنظمة بأزمة أو أوقات صعبة وبالتأكيد تستفيد منصات التواصل في إيصال وطمأنة الناس عن منتج أو عن خدمة كذلك في وقات مثلاً حاجة العميل أو نقص الطلبات أو مثلاً نقص مثلاً التوريد وغيره لماذا؟ لكي تحافظ على سمعتها هي تقوم بإدارة المنصة وصوتها تصير العميل لكي تحافظ على سمعتها التي بنتها قد يكون لسنوات طويلة فعندما ترد المنشأ بسرعة العميل وتقدم له دعم قيم فإن ذلك بالتأكيد حينما يكون هناك سرعة ورد سريع ورد قيم مفيد سيساعد على أن العميل يتقبل وقد يقلل حجم الضرر أو مثلاً انفعال العميل وبالتالي قد يكون هناك امتصاص للعميل وزيادة ولاء لأن منظمة كما ذكرنا حينما تتواجد المنظمة في بيئة العميل الحديثة وهي منصة التواصل سيشعر العميل أن المنظمة تهتم لرأيه لرغباته لطلباته وبالتالي سيزيد من الولاء للعملاء من العملاء لهذه المنظمة أو لهذه العلامة التجاري أيضاً من الأهداف التي من خلالها تستطيع المنظمة تحقيق أهدافها هو الإصغاء إلى أصحاب المصلحة من هم أصحاب المصلحة؟ قد يكون جهات قد يكون عميل وبالتالي من خلال منصة التواصل سأستمع إلى ماذا يريدون وماذا لا يريدون ما هي العيوب المنتج أو الخدمة؟ ما هي الطرق التي من الممكن أن تكون إضافة لهذا المنتج؟ وبالتالي الإصغاء سيزيد بالتأكيد من أهداف المنظمة فالإصغاء إلى الناس بشكل عام سواء كانوا عمل منشاء أم لا سواء مهتمين في هذا المجال أو منافسين هو جانب مهم في خطة التواصل الاجتماعي التي لا بد أن تعتمدها المنشأة وأيضا هي الخطوة الأولى في استراتيجية التواصل فبرصد مواقع التواصل تقف المنشأة عند رأي الناس بمنتجاتها وخدماتها الناس دائما يكون في منصات التواصل يبدون آراءهم حول منتج وخدمة وبالتالي لا بد لمنظمة أن تستمع إلى هذه الأراءة حتى لو كان الرأي معارض إذا كان هناك خطأ بيّن أو أمر واضح تبيّن إذا كان هناك فكرة تطور منتجاتها من خلال الأفكار المطروحة في حال مثلا تلقت المنشأة ملاحظة سلبي هل تترك هذه الملاحظة؟ قد يضر سمعتها وبالتالي قد تزداد الإشاعات حول المنشأة حول المنتج وبالتالي من المهم أن تقوم بالرد عليها على وجه السرعة لا بد أن ترد توضح هنا أيضا عادة إما أن تقر بالخطأ هذه المنظمة وتعتذر إذا كان الخطأ بيّن وواضح وفعليا فيكون بالتأكيد هناك تقدير من العملاء أن المنظمة راعت هذا الأمر فحينما ينقض منتج أو خدمة دون مبرر بالتأكيد تبيّن ذلك أيضا بعد ذلك الاستجابة لحل الشكوى وإذا كان العميل كما نشاهد مثلا هناك منظمات محترفة في الرد على الشكوى والتعامل وهناك منظمات قد لا تقوم بالرد وبالتالي هناك تذمر من العملاء وقد ينسحب العميل إلى منافس وقد لا يأتي عملاء جزء بسبب أنهم سيراجعون هذه التعليقات التي تكتب في الوقت نفسه أيضا بتعديل شعور العميل من حيث أنه من المهم أن يشعر عميل أن المنشأة مستعدة لاتخاذ الخطوات مستعدة لسماع رأيه ولتصحيح المشكلات التي قد تكون في المنتج أو الخدمة أو في طرق تقديم الخدمة أو في جودة مقدم الخدمة وأسلوبه بالتأكيد منشاهد كثير منظمات تقوم بعد انتهاء الخدمة أو المنتج تقوم برسالة استبيان حول الخدمة أو المنتج وبالتأكيد تضعه في أسفل الصفحة لكي يدخل على العميل ويكون العميل حرية في كتابة الملاحظات الإيجابية والسلبية وتلافيا لذلك قد لا يكون مثلا نشرها وبالتالي من خلال استبيانة تسيطر عليها المنظمة وبالتأكيد تستخدم هذه المنشأة الملاحظات سواء الإيجابية والسلبية لتطوير ماذا المنتجات وبالتالي من خلال الصغاء توصلنا إلى تطوير منتجات وخدمات وهذا ما تسعى لمنظمات بالتأكيد استهداف العملة بالتأكيد أي منظمات تبحث عن كاستم أو عملة لا بد أن يكون لديها عملة لكي تستمر في بيع منتجاتها وأرباحها حتى تحاكم مشهدات النجاح وتحافظ على ربح لا بد أن يكون لديها عميل والعميل أيضا لا بد أن يكون مستمر في الشراء وبالتأكيد أصبحت المنصات من الأساليب لاستهداف العملة وكثير منشآت تستخدم منصات تواصل لتوعية العملة بشأن علامتها وتسويق منتجاتها وترويجها وإظهارها لذلك نشاهد كثير منظمات تسوق وتعلن عبر منصات التواصل فبثلا يمكن للمتاجر المختصة في بيع المؤكولات الصحية عبر إنترنت أن تستخدم التواصل الاجتماعي والمدونات والنشرات التي تكون عبر الإلكتروني وغيره لمشاركة وصفات صحية مصنوعة من منتجاتها لماذا؟ لكي تستهدف عملاء وبالتالي قد يتيع عملاء لشراء هذا المنتج أو هذه الوصفات الصحية وبالتأكيد التسويق الإلكتروني أصبح قادر على رفع مستوى الأرباح لدرجات عالية لذلك كما ذكرنا ظهرت وظائف ظهرت شركات مختصة في التواصل الرقمي في التسويق الرقمي تكون هذه المنظمة تتولى إدارة منظمة أخرى في التسويق فقط رقمية وتقوم بتسويقها وتحقق قفزات في الأرباح من خلال فقط إدارة المنصات في التواصل الاجتماعي بالشكل الصحي في نهاية هذا الدرس دعونا نستذكر ما تضرقها ذكرنا أن المنظمة تسعى لتحقق هداف هذه الهداف بالتكهية مشروعة من خلال منصات التواصل وذكرنا منصة التواصل مستخدمها أصبح نصف العالم يستخدمها وبالتالي هناك شرائح كبيرة فيها لذلك المنظمة قد تستخدمها في إدارة السمعة بالمحافظة على سمعتها والتجارب والإرث المكتسب خلال سنوات تحافظ عليها من خلال ردع العملاء من خلال إذا تم نشر شائعة أو مشكلة تقوم بالمحافظة عليها كذلك تقوم بتدريب الموظفين على التعامل مع العميل والرد عليه كما يبدأ كذلك الإصغاء إلى أصحاب المصلحة العميل وغيره منافس قد يكون الناس جمهور العام وبتتستمع عليهم بما يفيد بالتأكيد في تطوير منتج والخدمات وأخيراً وبالتأكيد منصات هي فرصة لاستهداف واستقطاب عملاء جدد بما يتعلق في منتجات وخدمات جديدة لهذه المناطق إلى هنا أعزائي الطلاب نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم شكراً لكم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم